إضاءاتٌ فقهية سمحت العلامة السيد هاشم السلمان اللهم صل على محمد وآل محمد تقبل الله ما لكم وطعاتكم يجوز للإنسان أن يجمع أكثر من زوجة إلى أربع زوجات تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنه وثلاثة وربع فيجوز إذن أن يجمع أربع نساء بالعقد الدائم ولا يجوز له أن يجمع أكثر من أربع نساء بالعقد الدائم نعم يجوز له أن يجمع أكثر من أربع بالعقد المنقطع بأن تكون عنده أربع نساء بالدائم ثم يتزوج خامسة بالمنقطع بالمنقطع السادسة السابعة بل ليس هناك حد لعدد الزواج بالعقد المنقطع له أن يجمع من النساء بالعقد المنقطع بما يشاء أما الزواج الدائم فليس له أن يجمع أكثر من أربع نساء فلو عقد على الخامسة وعنده الأربع يكون العقد باطلا فإذن هذه الصورة من صور محرمات الزواج الذي لا زال البحث فيها الأمور أو الموارد التي يحرم فيها الزواج أو يبطل فيها النكاح منها هذا التزوج بأكثر من أربع بالعقد الدائم نزل إذا كانت عنده أربع ثم طلق واحدة فهل له بمجرد أن يطلق واحدة منهن أن يتزوج بدلها الجواب إذا كان الطلاق رجعيا فباتفاق الفقهاء أنه لا يجوز له أن يتزوج بدلا منه حتى تخرج من العدة لأن المطلقة رجعيا هي بحكم الزوجة ولهذا يجب كما قلنا على الزوج الإنفاق عليها ويعطى حقوقها فإذن هي الزوجة فلا زال عنده أربع إلى أن تخرج من العدة إذا خرجت من العدة جاز له أن يتزوج بدلها نزل إذا كانت مطلقة مطلقة غير رجعي طلاق غير رجعي طلاق خلع أو إبراء نزل فهنا إذا كان الطلاق بائنا كما يقول الفقهاء هل له أن يتزوج يعني الرجل طلق زوجته بالخلع هذا الطلاق الخلعي يعتبر طلاق بائن شنو معنى بائن؟ يعني ليس للزوج أن يرجع للزوجة خلاص إلا بعقد جديد ممثل الطلاق مطلقا رجعيا يجوز له أن يرجع من دون عقد جديد لا هنا لا يجوز له إلا أن يرجع بعقد جديد نزل طلق طلاق خلعي هل يجوز له بمجرد أن يطلق طلاق الخلع أن يتزوج بدلها أم لا؟ اختلف الفقهاء منهم من قال نعم يجوز له أن يتزوج مباشرة بعد الطلاق الخلعي لأنه طلاق بائن خلاص يجوز له ومنهم من احتاط في المسألة كالسيد الخون وسيد السستاني وبعض فقهاء قال لأ الأحوط وجوبا أن ينتظر إلى أن تخرج من العدة ومنهم من أفتى أصلا بعدم جواز الزواج كالشيخ الفياض وغيره قال أنه لا يجوز له إلا بعد الخروج من العدة بل أيضا ذكروا مسألة أنه لو توفيت إحدى هن هالأربع توفت واحدة من هن توفيت هل بمجرد أن تتوفى يجوز له أن يتزوج المشهور قالوا نعم يجوز له أن يتزوج السيد السستاني قال على الأحوط وجوبا عدم الزواج إلا بعد مضي العدة الوفاء أربعة أشهر وعشرة أيام هذه المسألة ربما البعض لا يلتفت لها باعتبار أن هذه العدة عدة وفاة ليست على ماذا لمتوفى للرجل إذا توفي الرجل المرأة ماذا تعتد فليس عليها فعلى كل حال يعني العدة بوفاة الرجل وليس بوفاة المرأة لكن هذا المورد لا قال السيد السستاني الأحوط وجوبا عدم الزواج بدل المتوفى إلا بعد الخروج من عدة الوفاء المدة يعني قصده أربعة أشهر وعشرة أيام فعلى كل حال إذن هذه من موارد أحد عنده سؤال وصل الله على محمد